أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بشأن الاستهداف الذي تعرضت له مدينة أربيل مؤكداً أن الحكومة ترفض كل أشكال ترهيب المواطنين والاعتداء على القانون والدول اعتبر الكاظمي أن هذا الاعتداء يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدول لكن الحكومة ماضية وبالتعاون مع الأقليم في ملاحقة الجهات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار من جانبه أكد مسرور بارزاني أهمية العمل المشترك وتعزيز الأمن في البلاد لافتاً إلى أن هذا الاعتداء محاولة لضرب التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل وخلط الأوراق ونشر الفوضى حسب قوله